الكون أبدعه الكريم أعطى الخلائق رحمة يا من بحاجتنا علم ستزدد إله رمينا نحو الصراط المستقيم نحو الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع صنف آخر من خير الناس وهو الذي يحب الآخرة ويكره الدنيا عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله من خير الناس قال عليه الصلاة والسلام خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق قيل ما القلب المخموم قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد قيل فمن على أثره قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة مشاهدي الكرام إن الدنيا حلوة خضرة تسر الناظرين وتخدع الغافلين لذلك حذر منها رب العالمين فقال سبحانه يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولقد كثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الدنيا وتحقيرها وبيان هوانها على خالقها عن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا مع بعض أصحابه فمر بجد أسك أي صغير الأذن ميت فأخذ بأذنه وقال أيكم يحب أن هذا له بدرهم قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا ما رغبنا فيه لأنه ميت لأنه أسك فكيف هو ميت فقال عليه الصلاة والسلام والله ما الدنيا والله لالدنيا أهون على الله من هذا عليكم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء فمن وقف على هذه النصوص علم أن حب الدنيا عنوان الحماقة والجه كما قال الله تعالى عن أهل الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وأخبرنا سبحانه أن أهل الدنيا سيعترفون بعدم عقلهم وفهمهم في الآخرة فقال تعالى عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه أصحاب السعير ولذلك قال عليه الصلاة والسلام خير الناس الذي يشنأ الدنيا أن يكرهها ويبغضها ويحب الآخرة وقد استقر ذلك المعنى في نفوس الصحابة والتابعين وتواصلوا به عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه أنتم أكثر صلاة وصوما وجهادا من أصحاب محمد صلى الله وسلم وهم كانوا خيرا منكم قالوا وكيف ذلك قال كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لإن حلفتم لي على رجل منكم أنه أزهدكم لأحلفن لكم أنه خيركم وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة فكونوا من أب ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وعن موسى بن عقبة قال كتب أبو الدرداء إلى بعض إخوانه أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله فإنك إن فعلت ذلك أحبك الله لرغبتك فيما عنده وأحبك الناس لتركك لهم دنياهم وعن محمد بن كعبن القراضي قال إذا أراد الله بعبده خيرا أزهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره بعيوبه ومن أوتيهن فقد أوتي خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة وقال الفضيل بن عياد رحمه الله جعل الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا وجعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا وهذه حقيقة فما تركت الواجبات إلا بحب الدنيا ومن تهكت المحرمات إلا بحب الدنيا قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وإنما دالت الدولة على المسلمين يوم أحد بحب بعضهم الدنيا حيث عين رسول الله صلى الله سلم الرمات على الجبل فلما رأوا إخوانهم يجمعون الغنائم تركوا الجبل ونزلوا من أجل الغنائم فاستدار المشركون ونالوا منهم ما نالوا بسبب حرصهم على الدنيا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الآخرة أكبرها منا وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا ولا يجعل الدنيا أكبرها منا هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الكون أبدعه الكريم أعطى الخلائق رحمة يا من بحاجتنا علم ستزدد إلهي رمينا نحو الصراط المستقيم نحو الصراط المستقيم أعطى الخلائق رحمة نحو الصراط المستقيم نحو الصراط المستقيم اشتركوا في القناة